موسيقى الذي حاز على المرتبة الأولى لهذا العام 2015 في الخطابة باللغة الإنجليزية ليس بريطانياً وليس أمريكياً ولا كندياً ولا أسترالياً مسلم عربي سعودي عجيب بطل العالم في الخطابة 2015 محمد القحطاني دخلوا على اليوتيوب وأستمعوا إلى كلمته قوة الكلمة أو قوة الكلمات كلمة بسيطة بضع عاشرة دقيقة من أروع ما يكون بالإنجليزية رقم واحد على العالم عجيب يحصل هذا العجيب في القصة أن محمد القحطاني منذ طفولته الباكرة كان مصاباً بالفأفأ والتأتأ إلى الآن لديه بقايا تتكلم بالعربية تسطو بها هذه الفأفأ والتأتأ وتقطع عليه حديثة وتحرجه كيف أصبح ديموستين العرب؟ تعرفون ديموستين خطيب اليونان رقم واحد ومنذ أيضاً نعومة أظفاره كان مصاباً بالتأتأ ديموستين بالحبسة كان مصاباً بالحبسة في لسانه وأصبح الخطيب رقم واحد في التاريخ القديم خطيب اليونان بلا منازع محمد القحطاني هو ديموستين العرب المعاصرين عجيب كيف؟ بفضل كلمة ألقاها إليه أستاذه في الثانوية قاله يا محمد يا بني عليك أن تواجه ما أنت فيه لا أن تتهرب منه اغمس نفسك في هذا الشيء سيضحكون عليك لا بأس سيشمتون بك لا بأس لكن واجه ما تخاف منه واجه تحدث تكلم اخطب ناقش ناظر وإن ضحكوا عليك مرة ومرتين وثلاثة هذه الكلمة أحيت في هذا الرجل إرادة التحدي لم يتغلب على المناطق الأبيناء البلغاء من أصحابه وزملائه في المدرسة ولا على مستوى المحافظة أو حتى مستوى المملكة ولا حتى على مستوى العالم العربي على مستوى العالم وليس بالعربية بل بالإنجليزية خطيب رقم واحد بطل العالم فخر في المسلمين والعرب بفضل جملة واحدة طبعاً الكلمات والجمل القصار أيها الإخوة التي شكلت منعطفاً في حياة أناس نابهين متميزين هم شخصيات فارقة لكن أصبحوا شخصيات فارقة بفضل كلمة فارقة جملة فارقة كثيرة جداً ويحتاج هذا الموضوع اللطيف إلى أن يتوفر أحد على جمع على جمع مواده وأدبياته سيتهيأ له كتاب كبير ترجمة نانسي قنقر